رسائل من السجون والمعتقلات تفتح تقصير إيران في حماية السجناء من كورونا الرسائل التي وجهها مسؤول مراكز الاحتجاز إلى وزارة الصحة وحصلت منظمة العفو الدولية على نسخ منها تدق ناقوس الخطر حيال النقص الخطير في معدات الحماية والمواد المعقمة والمعدات الطبية الأساسية لمواجهة الأوبئة في مراكز الاحتجاز رسائل غضت عنها الوزارة الطرف تقول العفو الدولية في ظل الوضع الوبائي المتفشي والمتفاقم في إيران مشيرة إلى أن التفاصيل الواردة في هذه الخطابات تتعارض بشكل صارخ مع التصريحات العلانية لمستشار رئيس مصلحة السجون الإيرانية أصغر جيهان كير الذي نفى زيادة معدل الإصابات والوفايات جراء فيروس كورونا في السجون المنظمة رأت أن هذه الرسائل الرسمية تشكل دليلا آخر على فشل الحكومة الإيرانية في حماية السجنة دعية طهران للكف عن حالة الإنكار للأزمة الصحية في سجونها واتخاذ إجراءات فورية لحماية صحة النزل ومنذ مارس استفاد أكثر من مائة ألف سجين من تصاريح الخروج أو تخفيف العقوبة للحد من انتشار الوباء في السجون ولكن القرار لم يشمل سجناء الرأي وتشهد إيران قفزة غير مسبوقة لكورونا دفعتها لرفع درجة الإنذار إلى الأحمر حيث كشفت وزارة الصحة أن 25% من الوفاية اليومية في البلاد سببها الفيروس نوال عياض الحدث